المؤرخون المغربة الفارق الزمني في السن وكذلك لتجربة الباشا القلاوي يعني الحياتية والسياسية وكذلك كديبلوماسي معروف حسب رأي المؤرخ محمد فلاح العلوي أستاذ مادة التاريخ في قليل الأدب بن مسيك الذي يقول في جريدة نيشان بتاريخ 25 دجمبر 2009 أن الباشا الحاج تهمي المزاوري القلاوي أطرى في الملك الحسن الثاني في الكثير من المناحي فالباشا كان يعشق الحياة ويحب الفن ويدافع عن الفنون الشعبية ويتذوق الموسيقى الغربية والحسن الثاني بعده كان عاشقا للفنون الشعبية ومحبا للموسيقى والباشا كذلك كان يحب الصحافة ويتواصل مع الصحافة ويجيب عن أسئلتهم بطريقة دكية والأمر نفسه فعله الحسن الثاني لترويج صورته كملك منفتح على العالم الخارجي والباشا كان يحب رياضات الغولف بل وكان له ملعب خاص خارج مدينة مراكش جلب أوروبيا لتلقينه أبجاديات هذه اللعبة التي عشقها الملك الحسن الثاني وأحبها بشكل كبير كما أن الباشا والملك الراحل يجمعهما الحرص الشديد على الظهور بمظهر أنيق لكن رغم عمق هذا السؤال فشخصية في نظري تبقى لشخصية الحسن الثاني شخصية متميزة كما تبقى لشخصية القلاوي شخصيته الخاصة اعتبارا للظروف التاريخية والصياقات التي جمعتهما وكذلك انفتاح المغرب في هذه الفترة على أوروبا بشكل كبير قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابنوا في الحشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع صاحبكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا تقوموا بشكل كبير اشتركوا في القناة